ورافق قرار العصبة بصدور نظام الانتداب العراقين رأوا في الانتداب هو استعمار بس باسم جديد لهذا بدأت تحرك نحو المواجهة اللي ساعد شلون بدأ هذا التحرك يعني ياريت لتطينا نظرة اللي ساعد في ذلك الوقت أن الإنجليز كانوا بحاجة لتمويل أعمالهم في العراق لذلك فرضوا ضرائب كبيرة على الفلاحين وشيوخ العشائر على التجارة السلاعية وأيضا فرضوا أعمال سخرة الإنجليزي تعود وهو في الهند يهين الناس في الهند ذول الشبان الضباط الإنجليز كان يتعاملون بقسوة مع الهنود هذه صيغة لم تكن مناسبة بالنسبة للعراقيين إهانة الشيخ كانت قضية صعبة عند العراقيين وبالتالي حصلت إهانات من هذا النوع تذكر أن حارثة مقتل لجمن كان الشيخ يدرك أنه سيهان لهذا قال لولده انظر إذا حصل شيء من هذا القبيل اطلق عليه النار فقتل لجمن على يد أسرة ضاري نفس المشكلة حصلت مع الضوالم وهنا شيخ الضوالم وبالتالي هو الذي أدرك أن هذا سيحصل فقال حضروا الحال لنقوم بالثورة وهكذا من هو كان شيخ الضوالم؟ شيخ العشيرة شيخ الضوالم من هو؟ والله لا يذكرني الآن لكن القضية هي ليست حدث طارئ إنما كان هناك في المدن خطابات وهتافات تدعو بالاستقلال كانت تلاقي تظاهرات تظاهرات كثيرة في بغداد كان هناك تلاقي بين الكربلة والنجم بين رجال الدين والمراجع الدينية من كل الطواف العراقية وبالتالي كانوا بحاجة إلى ما يحرك الحدث فجاءت القضية إهانة الشيخ الضوالم وانطلقت الضوالم لكنها كانت ثورة من الرميثة من الرميثة ثورة انتدت لشمون مناطق واسعة بالعراق ليس فقط في الفرات الأوسط وصلت حدودها إلى كركوك وكفري وخانقين إذا أنا أدعي لك نفس السؤال اللي سألتقى مني شوي أنه هناك من يقول أن الكرد لم يشاركوا في ثورة الاشتراك المناطق الكردية اللي هي في خط التماس العربي الكردي من خانقين إلى كفري إلى كركوك كلهم شاركوا مع العرب الخسارة البريطانية كانت كبيرة ومفاجئة بالمقابل أذهلت البريطانية أذهلت البريطانيين فالآن بدأ الاستعجال بإقامة أول حكومة عراقية وكلف سير بيرسي رئيس الحكام السياسيين كان أن يعود إلى الإراق بيرسي كوكس سير بيرسي كوكس أن يعود من الإيران إلى بغداد يقوم بهذه المهمة فوقع الاختيار على شخصية عبد الرحمن النقيب نقيب أشراف بغداد عميد الأسرة القيلانية أن يشكل أول حكومة وفعلاً شكل أول حكومة تضمنت أشخاص من كركوك من البصرة من بغداد يهود يهود فيهم مثل ساسون حسقي ساسون حسقي الوزير نجح أن يشكل حكومة وكان ذلك في داعش تشرين ثاني الف وتسعين وعشرين فهذه أول حكومة أهلية تمتع بها العراقيين منذ قرون يعني خلينا نعود أن العراق خسر الإمبراطورية ليس العباسية فقط أي دار الخلافة كلها خسرها لصالح العثبانيين اليوم يتشكل الإطار السياسي الجغرافي للدولة العراقية اشتركوا في القناة